اشتركوا في القناة 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 تقصد هذه الأسئلة صحيحة هل يمكنك إصغلنا الإنستركشن بسورة أوضحة؟ الإنستركشن الأول الذي قاله أنقف من البداية هو What is the probability that a borderline student will answer this question correctly? طيب, what is the latest modification هذا يجعله أساسي لأعلم قادر يعني لتقصد أسئلة يا بروك، لو كان الإمتحاد مكون كل من نفس النوع من الأسئلة ما هي نسبة النجاح؟ ليس نسبة النجاح، أصدق نغطة ما هو نغطة نغطة نغطة؟ ما هو يمكنك إصغل المثال من الأسئلة إذا كان كل المثال صحيحاتهم أنا هي مفتسلية الصحيحة من أجل أصلك، أصدق أقتصده مثل المثال الصحيحة بالنسبة لبداية جدة الكثير من السؤال شكراً كيف تقدمك؟ نعم ، دائماً إذا كان السؤال ، شكراً أما رأيك؟ بالنسبة للإقوانات، لا كانت تسكترت شديد ما تسكترت؟ أقل حاجة كم؟ أقل حاجة 0.4 أو 0.5 أو الفارق بين الأفريج الذي جيبتوه وباقي الناس، كم؟ مثلاً جذج 5 فارق من الأفريج بـ 18 وجذج 1 فارق من الأفريج بـ 12 أنه ما كنا الناس تتناقش في الأول تقول والله يا جماعة إذا كان هناك شخص أكثر من أو أقل من الأفريج بتاعنا مع بعض بـ 10 درجات أو أكثر مثلاً، نناغش لين تقول 80؟ هل هناك شخص أكثر من الأفريج؟ ألن تقول أنه لا أكثر من الأفريج أهل جذج 2 فارق من الأفريج جذج 2 فارق من الأفريج والعمل من الأفريج وبيضي 8 قال 80 ما ينفع ما ينفع تحسب من الأفريج متوسط لأنه الفارق بين الأفريج كبير جداً الفرق بين أجل حاجة وأعلى حاجة 35 درجة وضحت الفكرة لازم يتناقشه يقولك دخل لنا نقرأ السؤال ده تاني ونزأل الزونة قال 80 ده السؤال هل هو ساهل للدرية دي يعني ونقال 45 هل السؤال صعب للدرية دي لحد ما نصل من النغاش لأنه يعني أسف النهاية يعني يقول مثلاً أبو تمانين ده يقول خلاص يعني صح صح كلامكم مغنى خلوها سبعين وده يقول أيو خلاص والله رأت رأت إنه ما بالصعوبة دي نقول خبس وخمسين لكن ما ممكن كده يعني كون كده ونجيب لها أفريتش ولهذا ما الناس يتناقش تشوف اللي في فرقة بين أعلى زول وأجل زول 35 الفكرة دي وضحت لأنه ده يعني مهم جداً في الاجتماع بتاع الجدجز يلا يا بروف إحنا لما كنا في الجروب كانت جد كانت بيرسونل لأنه بنان على الـ content expert بتاع الـ questions ذاته يعني حتى بقى كانت يوبار يبينيك كبيرة الجروب في ناس ما يجب على قبل الـ questions في ناحية الـ discipline ذاته ما يبقى موضوع النقاش موضوع النقاش بيقرب بيقرب الـ adjustments يعني لو شو واحد ما كان فهم السؤال بوضوح من خلال النقاش بيقول للا يا أخي بيقرب الناس كلهم content experts وcontext experts ما بنتوقع diversity كبيرة كده لكن احنا for the sake of exercise يعني ان الناس بعد ما تعمل adjustments بتفتح باب للنقاش لو ليقوا الدريات قريبة لبعض طيب هنا ايش المقبول يعني انه either واحدة من اثنين الناس تقول مثلا ان احنا دارين الـ variation ما تتعدى الـ 20 دريات بمعنى قول 10 دريات او 15 دريات احنا نقول بعشر معناها شنو الـ variation معناها اجل زول و اعلى زول الفرجة بينهم ما تكون اكتر من 10 لو كانت اكتر من 10 نقعد نتفهم طوال ونشوف دليات 80 ودليات 50 فلازم تضعوا الاسس لكن ده انا قلت لكم دي ايه وانناس تجرى تطلع تشوف الليتريتشة بتقول شنو لكن الـ average الناس بقول 10-15 فرجة بين الناس طيب نصها كمال 10-15 نصها سبعة ونص مش 15 نصها سبعة ونص نقول بعد ما نعمل average ما في زول يكون اكتر من او اجل من الـ average باكتر من سبعة ونص ده على اساس انه اي زول اكتر من سبعة ونص افضل average نقول ليه وليه يعني انت رايق شنو السؤال ده ساهل للدرجة دي واي زول اجل من الـ average بسبعة ونص او مور نقول ليه السؤال ده صعب للدرجة دي وهكذا لانه معناه الناس في النص ده الناس يعني شوية إلى الجزم اللي بتاعاتهم consistent مع بعض يعني ده بنسميهما الـ outliers الـ outliers ده نناقشهم على اساس انه نصل لـ consensus و الـ average بتاعنا كله يكون logical طيب في رأيكم شروع بعد عايلنا للأزيرة كلها منطبق على نفس الكلام يمكن كده نمسيك سؤال لمرة خمسة رايك في وشنا بالطيب بالطيب بالنسبة لـ question 5 كانت probability aggregated meters than question 1 يعني 0.7 0.4 0.6 0.5 ولا 0.5 يعني ايوة لكن بتادينا انه جد 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 ذا جد 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 ل sticky prop ال Kleed جد 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 嗯 جد 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 في الحالة نقول كدنجو كده يماعة لاحظنا جدجوان دائما مفارقة الجماعة فكده نستبعيد الجزمانس بتاعته ونعمل أمرجين دي الملاحظة التانية برضو جدجوان فيه جدجوان انكوانسيستن لاحظتوا لهم مثلا برضو جدجوان في جدجوان وجدجوان انكوانسيستن لا برضو جدجوان وجدجوان سنجيل هذه وبعضها بتكريم انكوانسيستن اسم from you في مرة 2000 مرة بقية برعض até 7 وامل شدجوانسيستن اخرى في مرة 2000 مرة 2000 مرة بحض病 قدها في الرحالة سنجيل صح? جد جي 5 في قوشين 2 و 4 مدّي أربعينات بينما الناس مدّين من سبعين فما فوق صح؟ وفي قوشين 4 جد جي 5 مدّي أربعين بينما الناس من ستين فما فوق برضو أنا أجد جي 5 في زلّة البت يعني بفتكل الأسئلة صعبة شديدة على الطلبة ذي فإذاً في نوعين من النقاش في نقاش لكل سؤال وتسأل الشخص ليه انت أباب الناس بدرجات كتيرة أو انت أجلّم الناس بدرجات كتيرة ليه رأيك شنوف السؤال يعني صغوبته شنوف السؤال ده و كده بعدين تاني نقاش عموما نقول لي انت شايفينك الامتحان ده كله انت شايفه صعب يعني انت السؤال لمرة اثنين ده الناس في واحدة ده تسعين يعني الفرق بينه وبين على واحد خمسين درجة و الفرق مع الناس كلها يعني مع الباجين الفرق عشرين و طمنتاشر و كده يعني تدو الظريف بتاعه اليوم داك ما هم تدو الظريف مش ولا ما هم في ظريف بتدو الظريف وتقولوا اليوم خلاص بي يلقل يو دونت كالاس بنضرب لك نحن لو يحتينا اليك تاني جانا بعد ذاك الـ 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 جانا 3.28 الـ 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 يعني انت تقصدين انه 3.2 من 10 من 5 ايه لما حولتوها الـ تلعت 65.6 من 10 ها رأيكم فيها ايشنو 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 ها dull هاي الش libro هام Humans هاس شون هاتج اعمل هاتج اعمل 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 سأقوم بسؤالي بسؤالي سأقوم بسؤالي بسؤالي سأقوم بسؤالي 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 هل أنت تساقين؟ لا، هذا هو نظر هل أنت تعرفين؟ السلام عليكم مرهبا عليكم السلام علينا. بالنسبة للبوردر لاين ستودانت. بوردر لاين كومبيتانت ستودانت تورد الكونتينت المعين صح? كيف كيف? ما بوردر لاين في الكلاس السيانة دير امتحنه. يعني مسلا ممكن تجي الدفعة شاطرة يكون البوردر لاين حقه اصلا رهيب ما ما يعني ما تكون دفعة كويسة ما كعبيب. لا لا دقيقة دقيقة. يعني احنا بتكلم عن بوردر لاين ستودانت من وشهة نظر. انا مثلا استاذ بتاع نطمي بلاقيه في المجرحة بلاقيه في اللي انا كنتينت اكسفيرت كنتينت اكسفيرت يعني. فبقدر اصنف الطلبة انو والله ده في التشريح ده الزول ده is a borderline student. في التشريح. ممكن يكون هو borderline student as far as biochemistry is concerned. فانا لما نفكر اقول borderline like that particular student يعني. زي يحمد يعني. زي يحمد ده السؤال ده بالنسبة ليه وكيف. فانا بنفكر كده. زي ما انا تسميه 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 it's a judgmental attribute. طبعا اذا عندنا formative assessment وعندنا quizzes وكده. بنقدر يكون عندي data عشان انا حدد به البوردر لاين ده يعني. بنجاوه طوالي في الكوزات borderline. بنجاوه بقى رغم انو بنعمله وfeedback وكل حاجة. لكن للا اسباب انا ما قريتهم اربعة حاجات. وانتلكم فيه المنتيشن وفيه social support وفيه ال work hard worker ولا ما hard worker. وكميتيتو بيحضر ولا ما بحضر. للا اسباب دي فيه ناس بيكونوا borderline طوال كده بحتاج لفير. انا لما اي يعمل adjustment ما بفكر في الناس البريليونت والناس. ولا بفكر في الناس المنتهين تماما. بفكر في الشخص اللي في النصدق. ده السؤال ده بالنسبة ليه وكيف? وضحت ال borderline definition. معليش بس بالنسبة لكل class يعني انا حتخيل احمد في كل لبل. كلاس تقصد دي شنو كلاس? كورس? اه يعني مسلا نقول اه كورس لناس سنة خامسة. ناس خامسة حقين السنة دي بيكون ال borderline بتاعهم اه في لبل معين. السنة جاي سنة خامسة تغيرت هالدفعة. انت كده. فالشكل لها ذاته بكون بغير. وريني borderline بالنسبة ليك اللي هو شنو يعني. اه انا في رأسي في معنيين فعايز عمال يعطو فيهم. دار عالي في يعطو فيهم. هل انا كcontent expert بالنسبة لي ال borderline الزول اللي كان عندوك عندو competency في اللي level معين. اهيوة the minimally competent student. the minimally competent student. كورس معين او discipline معين. المينمال. ايوة ما مقارنة مع جملاء. يعني مثلا الدبعة اذا كان مقرر شديد ما نكون القوم بتالبنية اللي ينحجي بشكل. ما معناها شنو. خليك الدبعة لو كويسين خالص. borderline is still there. لكن الاداء بتاع الدبعة هيكون غير. انا ما بفكر في الدبعة. الدبعة شو الطار. فيهم borderline ولا ما فيهم borderline. فيهم borderline. انا لما نحب على الامتحان بحكم بالبردر لاين دا. الزول اللي في الامتحانات قاعد يادو بنجح. دا السؤال دا بالنسبة لي وكيف. انا فاهم نقطة تماما انت تقصد اذا تفعش الطابعة. انت تقصد البردر لاين كمتوسط اداء بتاعه. لا نحنا نحن نتكلم عن. نحن نتكلم عن. نحن نتكلم عن. الجزمنت الاتريبيوت. الكيبابيليتي. نتعطى التطالج في مجال معين. شكرا يا بوا. مناسبة الراجل هو الناس كمنا ندلسكي لا ندلسكي. الناس كلها يقولن يا جماعة جاهزين 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 بروك بس تعطينا شير اه يحصل يلا تفضل بضع ديكتور سعاني ديكتور ونجد لن تخرج لهم شيرين أنا شايفهم غايته بس 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 تمام كده الانترابي two sharing side by side mode ها احنا هنا side by side mode ها دقيقة معاليج معاليج أنا stop sharing كده عملت stop sharing يلا اه السلام عليكم. الله عليكم. السلام. طيب يا بروف نحن طبعا لانه يعني معلوماتنا شوية بعيدة. اه حسف يعني اه هي الفكرة المبنية على على يعني احنا اخدناه بالمقوله. مستنتργي ب practice. نعمل من سعياته ب consequent دفاعات نعمل وايجا. اतناه كلما قمت بجرد. نعملوي. Stückتنا فهيا بص Violpicex. نعملت الى طريقة لا call it, کی sexuality build,нее control uncovering ايجاج one person for a re-recipe.ierra. احنا في ذلك اصح pupق عليه التفاع عليه. ا klarifex one person نحن اشتغلنا ايو اشتغلنا مع بعض طوالي. يعني الزمن كده. طيب. عملت اول قيس وعلينا سعناول المجموعة القبلكم. قلنا لهم واحد قلتوا للناس شنو الانستركشن يعني. اثنين بعد ما الجدول استغرر عملتوا شون. طيب. نحن قلنا للجدجر انو الوزن دارين اشوف الدستراكتر. اللي هي انتو ممكن البوردر لائن ستجينت ممكن تكسيكلوته. يعني. يعني يكون هو واضح انو. it is not the true answer. or from it is construction or. طيب. هنا فيه تكنيكال تيرم لانو استعملون الناس في المؤتمرات وفي الوركشوبي وكذا. بتكلموا عن الـ Plausability. Plausible يعني وارد ومقبول وفنكشنين. يعني المصطلحين دي الحق والناس تحفظون. يعني احنا بنقول زي ما انت قلت سامي انو هل البردر لائن student. can identify option as being implausible. عشان ناخد الباسم نشرية بهم صح. ايوه. طيب ما عرفني احنا اخذهم سؤال سؤال مثلا question one. ويتكلم ولا. قول 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 الفكر انا. طيب. مثلا مصلا سؤال نمبر نحنبقاً فلولاً شرقشور، نحنبقاً، بما نحنبقاً للسناريو ومحكناً ومحكناً نحنبقاً أنه الراية، أي حكناً في نحنبقاً يمتحنا، غير شيء مفروض ال lateral fucal material من المطالب؛ يعني أسابقاً لا أنفع لأن تلك الرايضة، أليس بحكناً عن الأولى كما يقولون الظماك ثابات بركضنا، الشخص فÜلخ قدرته، كان، حيث أنه محكناً من أنفحنا بفضل، لأن السؤال يتكلم عن ويأت بريتوناتز مستعيث يتكلم عن فكلمة الانيشي اللي تخلينا نفكر في أنه ممكن يكون في الوامنت البروزة اللي هو الإجابة الصحيحة أو يكون في الكريتر ساك فلنحن نقص في الكلام ده يا خاتين في بالكم البوردر لائن ستودن عندما تقول مالذي لدينا طبعا نحن لم أخذنا بلدنا الكريتر ونفكر كما يكون بوردر لائن بالضبط كده ودي الفكرة إنه تقول البوردر لاين يستطيع أن يتعرف على الإجابة بالاناليسي اللي قلتها قبل شوية والجستفكيش اللي قلتها قبل شوية بيقدر يتعرف على ثلاثة دل بين إمقلوزيبول فضلوا اثنين يادي يادي لكن دي الفكرة يعني ايه بنقول كده انه والله هو يعني هو بوردر لاي لكني عبره يكون شوية حريف يعني انه انه بيقدر يعاين ويفهم يعني افهم فنحن اشتغلنا كده يعني اشتغلنا على الاساسة انه نحن من الكنستركشن وفاليستيم فوق ومن الوارز الممكن تجيب في الابتشان ممكن تجيب في الابتشان ممكن تجيب في الابتشان ممكن تجيب في الابتشان طيب question 2 about physiology what is the most common risk factor for chronic obstructive pulmonary disease اول حاجة طبعا طلعناها الانفكشن يعني قلنا الانفكشن لانه ما عنده علاقة باللنا يعني يمكن تكون بعيدة الانفكشن ممكن تعمل نيمونيا تعمل فرنقايتيز لكن ما ماشنا مع ال chronic obstructive pulmonary واللوصوشوك نامك status برضو طلعناها يمكن تكون risk factor بعيد يعني لكن ما عنده علاقة برضو دايركلي بال خلينا ال air pollution وال coal mining والتوباك وطبعا هو الاجابة الصحيحة سوف تكون ادخلت دي وهاكذا استغلت بالطريقة دي بتاني بالطريقة دي يلا نفتح الباب للمداخرات رأيكم شنو يا ايما موسيقى موسيقى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السؤال السؤال الأول هم طلروا 3 أخرى على أساس أنهم لا يزال يختارون وضر لنا 2 أخرى معناها الـ guessing probability بالتأكيد يعني بشكل 50% صح ما ما يعني 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 نحن موسيقى ما معناها 33% أنا عندك الثانية أو ثلاثة أو ثلاثة واحدة سهuta و أحدة السؤال هيفين عن الثلاثة أحدها من الثلاثة سيختار واحد من ثلاثة خيارات 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 مالذي شركة خيارات سيختار المدينة سيختار الإنزامين تايم الحاجة اللي أنا قلتها له في الأول. دي هزا تديم الطريقة الصحيحة. ما النيدلسكي ما بيقعد الناس اتناغش و تستعر تويز. لا. كل ذول يقعد برا و يعمل الدسيجان. بعد ذلك النقاش ذاته ما حيكون النقاش مفتوح. النقاش إذا الارقام اللي طلعت جريبة لبعض وزين سيرت الرينج أعلى و أقل ما بتتجاوز بمشوه. أكثر من قمة بنتناقش عموما بنتناقش مع واحدة ذرية عالية شديدة واحدة ذرية منخفضة شديدة. يعني الناس كلها أجمعتين في ذو دستراكترز يمكن استبعادها. في واحد قال أربعة ممكن استبعادها. أو ثلاثة ممكن استبعادها. هنا يناقشوا. يعدوب حتى يبتدي النقاش نقول يا أخي كيف ظهر الحكاية الصعبة لا يستطيع العالية. النقاش يناقش نقاش لكن أصلا الفكرة إنه نقاش نقاش النقاش النقاش يكون للأوتلاير نقاش 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 النقاش نقاش 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 ترجمة نانسي قنقر 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 احنا جبنا الاسئلة كل واحد قتل جوجوت بتاعه بتاعده اه معلش بعدها كان ايمين احنا دعادنا راجعناها كلها مع بعض اه برضو انتو ليه راجعتوها اذا فيه مارك سكترين في الهو في ديفيرجنس في الفيجرس ايوه عشان نطلع على الهوزلية بتاعنا اذا كان التابل الحاجات كلها ما في اي داع اللي نغاش ولا ما نغاش بتجمع وتجيب الابرات ايوه بتناقش مدين اناقش اذا كان فيه زي ما اذكرتك قبل شوية مثلا كان في ديفيرجنس او مثلا كان في سكترين حسب ما نحن اتفقنا مثلا يكون 15 او مثلا يكون 20 هنا بعدها بالناقش نشوفها الاؤتلاير انت ليه مثلا قلت الاسبور ده مثلا والكوشن ده قلت تسعين مثلا وليه غيرك مثلا في حين انه معظم الناس ماشيين في افرج بتاع ايتي لأيتي فايف مسلا ايتي لأيتي فايف مسلا ايتي تقلت تسعين مسلا طيب جدولكم ده الجدول بعد النقاش ولا ده يومين البداية كان كده صراحة انه بعد الطبيق يا برو كما هو طبيق كذلك هذا هو الناس الناس اذا كان هناك او تلاير تنخشوهم حتى يكون كده كان عندنا او تلاير واحد وناقشناه وهو صنع خلاص هذا الناس كان في اللحظة دي تجيب جدولين تقولي يا جماعة بعد ما الناس قاعدوا على عمل جزمن ده الجدول لقيتنا كده فقمنا ناغشنا في السؤال بتاعه و ايه هو يعتبر ده كده و كده و في النهاية ده الجدوى للي امتحينا به طيب حسبنا المين المين بتاعنا طلع 80 هو 80 يعني بعدها قد بجل الكوشي انه 80 ده هو يعني يعني ايزي سو ايزي قوشيكة ايوه طو ايزي طو ايزي يعني يعني البردرلين حي ييب دستنكشن عارف ذا هو بوردرلين حي يب دستنكشن ببه بيجل تبعي كده هاو تو منجل تكاية ده فيااما نعمل بلانسلغ أو نعمل بلانسلغ يعني مثلا نعطل في الامتحان او اذا ما عندنا زمن او مبايبين ممكن نعطل في النتيجة بعدين. ايه. طيب نحن ارتقينا انه اذا مسلا دارنا اغير في الامتحان هنعمل شنوه? هنشيل الاسئلة. الاسئلة اللي هنشايفينها اصعب. كيف كيف كيف? الاسهل. ايوة. هنشيل الاسئلة الاسهل يا فروب. هنشيل الاسئلة الاسهل نعم. لكن هنا بيكون في فاكتر جديد اضيفه لك الان. في بعض الاسئلة بنقول عليها. غير ان الناس كلهم قالوا سهلة الا انه الفرقة بين الناس كانت الديفرسيتي كثيرة يعني. نقول اذا ذا بالذات نشيله يعني. بهم دا. يعني هسا انا لو قلت لك عائل الاسئلة دي. ترشي حياته. قوشن 2. قوشن 2 و قوشن 5. قوشن 2 و قوشن 5. انا اوافقك تماما ليه? لانه في تسعينات و في سبعينات صح? نحن اقرأ برضو. و داك برضو فيو تسعين و سبعين. بينما الباقيات الرينج بقبول. نعم. فبقوم استبدال ديل في الاول. بعد ذاك زبطت كان بها ما زبطت اجهة من التانيات لانهم برضو سهلات يعني. نعم. انت ملاحظ رغم انهم هم الاعلى من ناحية درجة واحد ثلاثة وتمانين. اه لا واحد ثلاثة وتمانين واحد كم واحد ستة وسبعين. وهجي بعدهم لابو اثنين وتمانين مش. صحيح. ايه وهكذا. واستبدالهم بهذه الى في الحمسينات في الستينات وكذا. صحيح. لكن ابو اثنين وتمانين دا زي ما نباحظين كلهم تقريبا كل الجدج كانت يعني دريبة لبعض. لكن ما معناها كلهم قالوا البوردر لاين هيجيب ابوف ايتي. نعم. 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 ما سيحدث هناك ايه؟ نعم. 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 هيا جاء بنا هيا جاء حيث انهم ايجيب ابوف ايجب ابوف ايجب ابوف اول ايجب ابوف ايجب ابوف اوسط انت بتستبدلهم باسئلة اصعب منهم. نعم. لن نعم دار نشعر الدرس生 امتحان صحيح شديد حسنا هل لديك مسئلة ولا نجيب أن نذهب في الثاني هل تعطوا عني السؤال؟ هل تعطوا عني السؤال؟ اسؤال يا أكرب يا كيف 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 كيف؟ وزا طلعت يعني طلعت مسلا تطلع كيف? كيف ده كيف دي? احنا في المرة الاولى في المرة الاولى كان اه لما نعملنا نطلعت دين اكتر من المرة. طلعت كيف دي جيبوا لنا الجدوى للجديم نشوفه. اه يابروف. اه اه. يقول إلي الجدول الجديم كام بيوش كام وكم 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 من خلال هل كانت 95%؟ التجوان 5% كانت 90% وتجوان 3% كانت أيضاً اما معناه Playstation 3% كانت 7% مع معناه إن كانت تسعينات أنا بتوقع الأبرج نفسهم في التسعينات تطلع أكثر من مئة لأن الناس يقدم قيمة أجل من مئة كلهم. المرة الاولى المرة الاولى المرة الاولى المرة الاولى كان اه ايدي فور. المين. اه. لما جينا حسبنا الايه اللي هي الاكس بلس تو standard deviation. لا 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 انتو انتو اللي اخبطوا الكيمان. الانجوف ميسود ما له دخل بموضوع المين والstandard deviation. ما له الدخل اللي نهائي. هسا انتو التمانين دي. التمانين دي. بالفلم بدعمين standard deviation. ولا اربعة من خمسة ضربناها في ايشبين. طلع التمانين. لا لا تبقى الانجوف يا بروف. نحنا كنا نتأكد بس من الوين بتاعت انو فعل standard deviation عنده علاقة بالانجوف ولا ما عنده علاقة بالانجوف. لا حسابنا دي نحن صاح يا بروف. والفات طلع مية واربعة كيف? لا لا المية واربعة ده نحن دخلنا فيه standard deviation. ما صاح الكلام ده. انت بس افريد جين بس افريد جين. يعني مجموع الجفجمنس على عدد الجفجس. ايضا 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 بعد ما ينتهي المجموع التانية نرجع للفيلم بتاع المين والstandard deviation ده نوضحه زيادة. كده خلو المجموع الاخيرة تورينا نيدلسكي عملت شوشنا. السلام عليكم يا بروف. عليكم السلام. انا يا رسيبة. انا بس العدد بتاع الجز المينمم مفروض يكون كم. وهل عنده علاقة بعدد الاسئلة في الانتحانة او لا? ما له علاقة حسب الافيلباليتي حسب الافيلباليتي. هل يمكن يكون دو اثنين؟ لا 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 اتباع الفعل. لكن قالوا اربعة مجموعية. اربعة مجموعية. يعني ما تزيل الاربعة وما ضروري تزيد من تمانية. اشتركوا في القناة 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 قلت لدي أزيلة صعبة شديدة يجدعوه يجيب وغيره برضو فرأيكم شنو في الكلام ده طيب نسمع رأي الجروب يقبوا شوية قدم الناس قالوا انه هذا الاتحان ده قالوا انتو قيمتوا انه كثيرا هو كثيرا لكثيرا لكثيرا فانتو كنتو شاكم انه كثيرا لكثيرا لكثيرا فورروني وتفضركم أبو ايه يعني رأيكم شنو في سلامهم ده يعني انتو البرسنتي قيمت بسلامكم هم قيموه بالسؤال يعني بس اذا كانتو حاجة جاي على صادي يجي هنا شنو؟ هيتفاجأوا بعدين؟ اهه يعني هيتفاجأوا يعني سيكون عقرب ليدا ولا ليدا؟ اللا이 شنو بروفه لسؤالي هيتفاجأوا هنا يعني يمكن ما يكون هنا موضوع تاني هذا موضوع تاني موخين ايه هيتفاجأوا هنا من قبل نهن عارفين نهن لكن هنارين نشوف حكاية الدول ماذا يقولون هذا؟ ممتاز أنا أقول لك تكنيكالي أنه هناك أكبر تبتيارة في الانقف وأن هناك أكبر تبتيارة في النيدلسكي مرحباً سوف نرى إذا هناك ثانية سيطلع بالملاحظة الثانية ساعدت هنا السلام عليكم يا برس كيف تفعل؟ الله عليكم السلام والله نحن نشغالي نطمع في الإنساب السلاح هناك أسئلة التي يأتي الجواب الطوال من غير ما يعين للدستراكتر لما نأتي عيني للدستراكتر سؤال يصعب مما إذا كان جاء جوابه بالجواب الأول أعتقد أنه يجعل المسطد هي تحسب السؤال نديك نقطة مهمة جدا لأنني عرفت أعرفت البوردر لاين أخبرت أنت قبل أن تبدأ البروست تتقمص شخصية البوردر لاين أعرفتها أخبرتها أخبرت أنت تجيك اللجابة طوالة أخبرتها 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 أنت تجيك اللجابة طوالة أنت تجيك اللجابة طوالة جدا المعرفة 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 إنه هذا بعيد مدام اللي جابة هل بيقدر يعمل كده؟ طيب الملاحظة الثانية يشنو على الملاحظة بين التو جروس يعني قلنا لأولا وضع الإنمائية y أكثر مستعتدين هذا يطلق عمل السؤال وده يطلق القادمة فقط قبل إجابة السؤال الموضوع الكي الكي بنحسبه ولا ما بنحسبه احنا في الطريقة بنشتغل بها لنبدل بنحفي الطائرة وبنجي نشوف الاوطشان الكي انصر بنده واحد من الاول الكي انصر بنجوم بنده رقم واحد الابتشن الثانية الاربعة بنقوم بنعايل لكل اوپشن فيهم إذا كان سهلاً للمساعدة للبوردرلين لتعطيها بحقًا سهلاً للمساعدة للبوردرلين بناديه واحد إذا كان ليس سهلاً بناديه زيرو فلو مثلاً كان الكي واحد وفيه 2 بلوزبل اوپشن اثنين سهلاً بقى عنده 3 نقسم 1 على 3 تبقى 33% ما هو نفسه؟ بعد نفسه نزلسك صح؟ قالينا في الشرح لما نجي مساعدة اصلاً الكي ده واحد وقاعد بجنبه ما بتلمسه أساساً باقي لك 4 إذا هو فيه 5 تبسك هو الواحد اللي جيته يعني كان نوت اكسي كلود مع الكي ده مش كلامك؟ بشوف البعض كان بيكسي كلود تشيله فلس ما بينضيف نمسي للبعض ما بيجدر تويكسي كلود بيقو 3 هنا عمل ريسو بركيشن ديني درستي ذاته نحن بنستغل باك كده بس لانا أسهل لنا في الحساب واسهل لنا لما نجي نشرحها بس لنا لا هسا دقيقة انت كأنك قلت حاجة غير الجنة انت ما قلت نفس الكلام الجنة ذاته وانا شنو يا جماعة هدخلوا غيناتنا لابا انت كنت تتيتها انا قلت انهم في استبعتها في غوبا لابا قلت لاذا ينسوا يجلبوا يعني زي الجروب الاول ننسوا يجلبوا ما هما استبعتوا خيارين لا فلنهم تلاتة اجلبوا التلاتة نحن يجلبوا اللي سيجلب ليك بغير ليك اللتيجة ما فلاص دماغت جدت الدزارف و تقول لي دونت كولس ما عرفته الفريق التالي انه ان درسكي سنسيتف لانه اي اي خطأ مش اي خطأ يعني اي بور جدجمنت على دستراكتر واحد تكاميك دفرنس صح؟ وبالتالي لازم يكونوا جدجيز و اكسبرت شديد يعني لانه عشان كده الفرقة طلعت كبير اليه لانه هما في حاجات اعتبروها الكانديدت كان نوت اكسكلوت بينما ديك لما نعاينوا للسؤال اوبرول اللي جو ساهل يعني ساهل انه يتعرف على الاجابة و كده فهنا لانه نحن بننظر من هناك بننظر نظر بتاعت عشان كده الدكتوري جاد قبل شوية قالت انا اول ما اقرأ الاستم بكون الاجابة جاءتني من وجهة نظره هي فشنو؟ مساحة الابيكتيفتي السبجيكتيفتي الموجودة في الانقوف بتخليه مور سبجيكتيف ده هنا مور ابجيكتيف لكنه سنسيتيف جدا اذا اذا ناس ما كانت بتقدر تعرف which one is excludable ممكن يطلع كده يعني يطلع عليك كأنه امتحان صعب جدا كأنه البوردر لايم ما بيقدر يعرف الحاجات دي كلها ما انت لما تقول لي خمسة وعشرين في المية ما معناها بيقدر بتسبعة واحد بس البوردر لايم مع ان الجماعة ديك حكموا عليهم السؤال ساهل ساهل تمام معناها سيكونوا امتحان صعب جدا او سيكونوا امتحان بسيطة البوردر لايم سيكونوا تبقى بسيطة لذلك تظهروا ساهل انتوا تظهروا صعب لانه في حاجات اعتبرتوا ببوردر لايم ما هيكدر يعرفها لذلك تظهروا الفريق بيننا طيب يلا في رأيكم الامتحان دا نعمل له وشنو؟ ها نعم تظهروا قد تظهروا عن watah لدينا ال 60 و50 كوايسات لا ؟ الذين لا يستطيع استمراروا بالفريق الوصف الوصف وويد حاليا ان شهروا الوصف طيب خلاص في ملاحظة يا جماعة وهلا نقول لهم stop sharing وبس دار الله نسوية دقايق في موضوع سألوا منه قبيل وأنا قلت لهم خلوه لاتر خلاص أيوة يا لينة بالنسبة للامتحان ده القبيل كان قاله سهل شديد وده قاله صعب شديد ممكن في نفس الامتحان نستخدم ートو ميسوتس ونعمل مين بيتوين in two scores القتو صور طبعا الانعوف بيتنفعل لاتطبع انه if it is an mq dus hi oh yeah house yes لكن عشان انت لاعباء ما تكون كتيرا على الناس ويقوم إنعاملوا عليك بسرع سريع انت ما شايف الجهد بيبقى ومطر. واحد اثنين كل ما اجبت يضجزه كل ما اجهزتهم تجحيز نفسي زيادة وقدروا موضوع البوردر لائل ستواعبوا كويس. مفروض الاثنين اطلعوا قريبات لها بعض. ما مفروض يكون في فريق كبير كده. لو الناس عندهم زي ما قلت لكم انت انت اكسبرتيز. ما مفروض تطلع فرقة لكن الليلة لانو اكسرسايز هي طلعة الفرقة الكبيرة دي. لكن لو اكسبرت عملوها بانقوف ولا عملوها باندلسكي غالبا تكون زي ما قلت لك الانتر رييتر في ريابيليتي بيناتهم وقليلة. طوال هناك. فضل. اهلا باندلسكي. يعني في نفس الاجابات يعني مع الداخل فرقة الكبيرة دي. كيف 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 تاني. هناك سؤال الثلاثة يكون لديهم 25-25-25 في السؤال الأول وفي الثالثة 25-25-25 وفي الثالث 50-50-50 لكن دي أنا بوريك حصلت لي يا سيد الناس دي اللي تناقشوا في الأول الناس دي الأثروا في بعض لو كان الناس دي قعدت كججز من البداية كل واحد براه وما كان طلعت الكونسيستنسي بيناتهم يعني وما ما جاء مسكوا السؤال وقعدت صعب بالمناسبة صعب شديد بعد داخلهم مشوا داريني يعملوا الدراجات الأثر بتاع النغاش كان لسه في رأسهم يعني طيب الموضوع لأنه أنا أول قدت هنقصوا بعدين مع النورماليزيشن والسكورز لكن لأنه في جروب عملت له دائرين أول حاية تريفيزيت نحنا قلنا شنو؟ نحنا قلنا انت بتشتغل بدي أو دي بتشتغل بطبعا مفروض نحنا نتفج إنه الناس حقوا تستغل بكريتيريو ريفرنسي وإنه تراجع الامتحانات وتعملها standard setting ولو لقيت صعبة تعملها balancing ما تلجأ وإلا إذا الظروف بعد ما عملوا الأنقصوا والنيدلسكي ما في طريقة يعملوا تغيير للأسئلة وبتاعه دائرية الامتحانات يعملوها يقوم يعملوا بعد ذاك يعملوا normalization فإذا في حالة إنه أنا عملت criteria referencing ولكن اللي جيت الامتحان الباسمارك بتاعته إذا too high أو too low وما عندي طريقة لأي سبب من الأسباب بقوم أعمل الموضوع بعد الامتحان طيب بعد الامتحان أعمل شنو؟ ما هنا قال لي امتحان أجداء مفروض يكون الباسمارك بتاعه خمسة سبعين التداير السبعين دي تبقى خمسين دي هنا سهلة بتستعمل السبعين دي في المعادلة استعمل نفس السبعين تجيبتها بالأنقصوا في المعادلة عشان الموضوع ما يتحول لنورم referencing طيب خلصنا من ذلك لا أنا في ناس ما عملت ما عملت ولا أنقف ولا نزلسك ولا بردر لاي ما عملت أي حاجة والناس دي امتحنت قاموا لما امتحنوا النتيجة طلعت مكويسة ده بعدين حدث الكلام ده أنا حقوله باختصار عشان حنقوله ثاني ليجيت مكويسة أول حاجة دائرة عارف السبب نحن ولا هم السبب نحن ولا هم يعني نتيجة مكويسة مننا نحن ولا منهم إذا القناة مننا نحن نعالج المشكلة نحن إذا منهم خلاص ما في مشكلة لكن إذا في سبب مننا يا في الكوريكلام يا في التيتشين يا في الامتحان ذاته فيه مشاكل طلع إنه المشكلة مننا وما غلطتهم نعمل لها نورماليزيشن يلا نعمل نورماليزيشن كيف؟ نقوم هنا نجيب المين والستاندرد ديفييشن نقوم نجيب الباسمارك اللي هنحن نتوقع تكون خمسين لو لجينا خمسين حلاص الحمد لله يا رب العالمين لكن إحنا أصلا لجأنا وشوفنا ومننا ولا ما مننا وبتاع لأنه في مشكلة المشاكل مختلفة هنشوفها بعدين برضو في الستاندرد ساتين أديكم أمثلة عشان توقع الفكرة لنفترج إنه أنا طلعت المين والستاندرد ديفييشن ولجيت المين والستاندرد ديفييشن نورمال لكن في النتيجة عملت الآن كيرف لجيتس كيود يعني عدد كبير جدا من الطلاب جايبين بس دي وزيادة وفي زي عشرة ثبانية عشرة طلاب جايبين إيز وبيز وكده وبالتالي النتيجة العطلية عادية من ناحية مين يعني ستاندرد ديفييشن عشان كده عندنا الحاجة بعدين اسمها result analysis result analysis لكن لنفترض إنه المين والستاندرد ديفييشن طلعوا لي إنه الباس الأفري بتاع الطلب وبتاع النديل بالمين والستاندرد ديفيشن لجيته أربعين الباسمار لجيته أربعين بقوم بمعادلة معينة هنعرفها لاترون نقوم نعملها normalization بحيث إنه الاربعين تبقى خمسين والباقيات بحصل لهم معالجة بالمعادلة اللي أنا قلتها لذلك لدينا 3 issues الأول إنه عملنا standard setting على الامتحان نفسه ولجيناه يا الباسمارك مفروض تكون very high أو تكون وما عندنا طريقة نغير الامتحان نمشي في الامتحان ونستعمل الباسمارك اللي حسبناها بالstandard setting نعمل بانورماليزيشن دي نمرة واحد نمرة اثنين لو النتيجة طلعت معيوبة أول حاجة دارينا عارف المشكلة إنه النتيجة معيوبة مننا ولا من الطلبة إذا طلعت مننا لأسباب مختلفة هنقول المرة الجاية بنجوم نشوف معيوبة ذاتا تنحليلها كويس هل بس المين والاستاندر ديفييشن فيهم مشكلة ولا المين والاستاندر ديفييشن ما فيهم مشكلة لكن في مشكلة في حتة ثانية السكيوينج والكلام دي ففي الحالتين دي بقوم أعمل نورماليزيشن بانه أحسب المين والاستاندر ديفييشن أحسب منهم الباسمارك أدخلهم في المعادلة أحسب درية كل طالب جديدة وده كده يكون عملنا النورماليزيشن دي الفكرة العامة إذا فزول عنده بيرنين كويسن نجعب عليها الآن اذا استنوا لما نجي السيشن بداعنا لانه سنشتغله سنشتغله مع بعض بلاد التفكرة العامة لا تشتغل لا تحصل على المعادلة لا تماما لا الناس تمسي بادري كويس جدا ممتاز جدا يا برافي بس موضوع واحد بالنسبة للسشن بتاع اليوم الأربع البسويت 50-50 على الخميس وعلى الأربع الساعة 8 ونصف فإنت الأنسب معك شنو يعني؟ الأنسب معك لنعمله الأنسب معاي الخميس عشان شنو نوجه دعوة للناس يحضروا معانا الـ Open Educational Resources دي الله سبحانه وتعالى يا الله جماعة شكرا جزيلا نشوفكم على خير